اذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة الآن اخوة الإيمان نبقى مع الأمسية الدينية بصحبة الزميل ثابت نور الدين بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمر بلا منافسة والحمد لله رب العالمين تزيد النعم وهي للنعم حارسة والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بالصلاة عليه تبتهج النفوس اليائسة وعلى آله وصحبه وذريته سادة الناس برا وبحرا ويابسة أيها الإخوة المؤمنون نحييكم من أسوان بساحة السادة الأدارسة حيث ننقل لحضراتكم أمسية دينية احتفالا بالعام الهجري الجديد وخير ما نبدأ به القرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت يتل علينا ما تيسر له من سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا إثنى عشر شهرا في كتاب الله هذا يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحوم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة الله 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 وعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض أنفسكم وأرض منها أربعة حرم وكان آسا منها أربعة حرب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما المسيء زيادة في الكفر يضل بالذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سور آمالهم لا يحفظك والله والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ما لكم إذا قيل لكم نفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير تنصره فقد نصره الله الله إلا تنصره فقد نصره الله إلا تنصره فقد لصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلا تنصره فقد نصره إلا تنصره فقد نصره الله إن أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ مرضى معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم إنفعوا خفافا واتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنفعوا خفافا واتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لاتبعوك ولكن بعودت عليهم الشقة عزيز حكيم وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إن من هم لكاذبون عفى الله عنك عفى الله عنك لما أذنت لهم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الأخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم اجعلني من حفظة القرآن وأصلح به أمري وأدخلني به الجنة وأنر به قبري وأنر به عقلي واشرح به صدري وفقهني فيه ووفقني للعمل بما يحويه طوال عمري استمعنا إخوة الإيمان لآيات من القرآن خير الذكر تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت مما يسره الله من اليسري من ساحة السادة الأدارسة بأصوان في أمسية بمناسبة العام الهجري والتي نستمع فيها الآن لفضيلة العالم القليل وبحر العلم الذي يجري الحبيب علي القفري الحمد لله حمدا نستفتح به مغلقات الأبواب ويهتك به بيننا وبين المحبوب كل حجاب ونرقى به في ليلتنا هذه في خاتمة وفي عامنا هذا إلى مراتب المحبوبية صلة وشفاعة ونسحة من حضرة أعظم راق إلى حضرة قاب سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما تسقى بهم الخلوب من حقائق المحبة والمعرفة ما تتبهرج به فتسكن جدوة النفوس عن الأمارية وتتهيأ لحقائق الخضوع والإخبات بين يدي حضرة الرهوبية فترقى من الأمارة إلى اللوامة إلى الملهمة إلى المطمئنة إلى الراضية إلى المرضية إلى الكاملة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غربت شمس آخر يوم من هذا العام وطويت صحائفه وقد حملت هذه الصحائف ما حملت وكل منا في صحيفته من أعمال وأقوال ومقاصد هذا العام ما يسره أن ينشر بين يدي الله يوم القيامة وأيضا في صحائفنا ما لا نود أن ينشر في يوم القيامة غير أنها طويت مع مغيب شمس اليوم الذي انصره والفضل الإلهي والجود الامتناني اقتضى أن من صحت منه التوبة لله عز وجل فإن الله تعالى يغفر ذنوبه ويستر عيوبه ويتحمل عنه التبعات بل ويمسح بديل إفضاله جل جلاله على آثار ذنبه في قلبه فتمسح آثار ذنوبه من صحائفه وتمسح آثار ذنوبه من الأرض التي عطى عليها وتمسح آثار ذنوبه من مصعد عمله إلى السماء وينسى ساداتنا الملائكة الكتبة الذين كتبوا الذنوب أنهم كتبوا عليه مثل هذا الذنب انفحت التوبة فالساعة التي نحن وإياكم فيها ساعة تعرض لنبحة إلهية يصح فيها للقلب حضوره وخضوعه وانكساره وتسليمه فينظر الله تعالى إلى القلب وهو محل نظره فيرى في القلب معنى الانكسار والخضوع والتسليم والأذب والحياء فيرضى وإذا رضي فلا منتهى لأنوار رضوانه وإذا رضي أراك عجائبا من تبديل السيئات إلى حسنات نعم إخوتي انقضى هذا العام وكانت فيه منح وعطايا ربانية وكانت فيه تجليات امتنانية وكانت فيه معارج قدسية ودخل أول العام هذا على قلوب غافلة ذاهلة عن الله مائلة فلم تأتي آخر ليالي هذا العام ولم يأتي آخر أيام هذا العام إلا وصاحب هذا القلب قد بهرج بأنوار المعرفة بالله عز وجل خزائن الجود الإلهي فيها هذا العطاء بل إن فيها من العطاء عجبا إذا ترت سراية نوره إلى القلب الغافل الذاهل أشرقت في جنباته في لحظة واحدة أنوار العطاء الرباني فتطهر القلب وتنقى وترقى وتلقى عن الله فإذا به في صفوف أولياء الله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وما حال فضالة الذي جاء وهو يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قلب قد تحجر وتمكن منه الخبث إلى حتى أن يفكر في اغتيال سيدنا محمد أي قلب هذا ولكنه عندما لحق رسول الله في المطاف وهو يتحين الفرصة التي يغفل فيها الناس عنه ليخرج سكينا الغدر فيطعن بها رسول الله يلتفت إليه رسول الله ينظر إليه سيدنا محمد فيقول ما تحدث به نفسك يا فضالة فيقول أذكر الله يا رسول الله فيمشي رسول الله فيتبعه فضالة يتحين الفرصة فينظر إليه النظرة الثانية ما تحدث به نفسك يا فضالة قال أذكر الله يا رسول الله مشى ومشى خلفه مرة ثالثة لكن هذه المشي الثالثة أحسبها مختلفة عن الأولى فلم يرعه إلا وجه رسول الله في وجهه التفت ونظر فقضى على الخبث عينا بعد أثر ووضع يده الشريفة على صدر ذلك من الرجل يقول فضالة فوالله الذي لا إله إلا هو ما رفعها وعلى وجه الأرض أحد أحب إلي منه هذه النظرة ماذا نسميها هذا الرجل قبل دقائق قبل لحظات كان قلبه من السواد والقذارة والخبائف بمكان أن شد عزمه على اغتيال سيد الأفوال فما البهرجة النورانية التي أخذت بمجامع قلبه حتى أصبح مولعا عاشقا متيما هذه اللحظة هي التي يسمونها النظرة هي التي يسمونها المدد هذه النظرة والمدد هذه الإقبال المحمدية النورانية على تلك مذات التي كانت في الظلمات في لمحة عين قال وضع يده على صدري وليس على وجه الأرض أبغض إلي منه فلم يرفعها وعنى وجه الأرض أحب إلي منه ما هذا النور هذه النظرة التي يحدثكم عنها ونحن وإياكم في هذه الليلة الشريفة المباركة المنورة هي أول ليالي هذا العام نحن دخلنا في السنة الجديدة السنة الجديدة عندنا لا تبتدئ بنصف الليل هذا عند غيرنا السنة الجديدة عندنا تبتدئ بغروب الشمس لأن الليل يسبق النهارة فبمجرد غروب الشمس دخلت السنة الجديدة السنة الماضية أدركت خيرات حسان من المولى جل جلاله قرأت قرآنا صليت ذكرت الله وفاتني وفاتك خير كثير كم من ساعة غفلة مرت عليه كم من لحظة تعرض فيها العباد لنفحات الله وأنا مشغول بما يظلم له الوجه بين يدي الله لا إذا عرضت في صحائه ومضت السنة ما هي نياتي ونياتك في قدوم هذه السنة الجديدة ماذا نويت للعام المقبل ما نيتك من الليلة هادث صلاتك بمن حواليك بمن تعرف الوالدان ولا تقل لهما أف ما هي نيتك في صلتك بالوالدين ما هي همتك في خدمة الوالدين أكثر من ذلك لا أقول لك الطاعة فقط لا أقول لك الخدمة ما هي نيتك في إسعاد والديك في تحسس معاني إدخال الرضا أن تسمع من أمك في الصباح كلمة روح الله يرضى عليك يا بني أن ترى في وجه أبيك في عيني أبيك بريق ولمعة السرور بك هذه لها عند الله شأن كثير لا تدرك بطول قيام ولا بكثرة صياء ما شأنك مع الرحم هل لا يزال شيطان القطيع يسطو عليك في المناسبة الفلانية لم يسأل عني لم يزرني لم يتعامل معي غلط في حقي أخذ مني فعل بي هل لا تزال هذه الوساوط الصغيرة ما تحتاج إبليت حتى ياتي إليك بها شياطين صغير هكذا ياتي ويرميها لك وأنت صغير وخفيف لدرجة تتلقفها أما علمت أن قاطع الرحم ملعون ولو مات في جوة الكعبة والعياذ بالله أما علمت أن الرحم معلق بسافة العرش تسأل الله عز وجل أن يصل من وصلها وأن يقفه من قطعها وأن الله أعطاها ذلك ما صلتك بجيرانك الذين يحيطون بك هل يبيت جارك وهو مسرور بأنك جاره أم أنه يبيت وهو يحمل هم المشاكل التي تتاتي النبي يخبرنا أنه لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أي لم يكمل إيمانه من لم يأمن جاره بوائقه من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم ضيفه فليحسن إلى جاره في العام الجديد ما هي نياتك لما ستقدمه في عملك الأمانة في العمل الإتقان في العمل نحن تعودنا يا إخواني وهذا خطأ كبير منا نحن تعودنا أن نصلتنا بمجالس الذكر بالمديح بالتعلق بالأنوار بأهل الله بالأولياء بالصالحين بأهل البيت بالصحابة بالمحبوبين يوجد بينها وبين السلوكياتنا انتصال في يومياتنا وفي أيامنا وليالين الهائم العاشق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت والصحابة ثمرات هيامه وعشقه تظهر في تعاملاته في النهار في أمانته إذا أخذ في أمانته إذا أعطى في أمانته إذا صنع في حرفه كيف يؤديها كما ينبغي في أمانته إذا داوم في مكتب في عمل إذا كتب ورقة إذا باع إذا اشترى مظاهر المحبة تظهر في تعاملاتنا يدخل عليك العام الجديد ما هي نياتك في خدمة بلادك في إعلاء شأنها في أن تخرج بلداننا عن العيلة عن الحاجة إلى غيرها في العالم هذا الأمر متصل بالمحبة التي نحن بشأنها ما هي نياتك في صحبة كلام الله عز وجل الذي أنزل على قلب حبيبك ويسر بلسانه ولولا قلبه ولسانه ما استطاع مذنب مثلي أن يقرأ كلام الله القديم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ما هي صلتك بكتاب الله ما هي نياتك العام الماضي كم ختمة ختمت في غير رمضان ما هي نياتك للعام هذا المقبل هل تنوي أن تختم في كل شهر ختمة يعني جزء كل يوم ما قدرت مع أنه سهل في كل ساعة ما قدرت نصف جزء كل يوم فتختم كل شهرين هذه نية نستقبل بها العام المقبل ما هي نيتك مع الذكر مع ذوق الذكر مع أنس الذكر مع الولاة بالذكر مع تلعلو أنوار تجليات الذكر في حضرك المذكور ألك تشوف في العام الجديد أن يعرج بك من الذكر إلى المذكور من العطية إلى المعطي من الطلب إلى المطلوب هذا مطلب هذه نية تعقيدها ما هي نيتك هذه الليلة في صلتك بالجناب العريض صلوات ربي وسلامه عليه نصيبك من الصلاة والسلام عليه بحب بعشق بذوق ما هو وردك من الصلاة على سيدنا محمد ما هي نيتك لهذا العام في رغياك لسيدنا محمد اشتقت أم اشتاق أنت إليه هل يوجد بين جوانحك روح يختلجها ويبرحها الشوق إلى المحبوب الله هو شوقك إليك ألم يقل لك من رآني في المنام فسيراني في اليقط بلى قال هذا في صحيح البخاري مرآني في المنام فسيراني في اليقبة ولا يتمثل الشيطان به شوقك إليه فهل اشتقت وإلى أي مدى وصل ذك الشوق ماذا فعل ذك الشوق ماذا تركت من أجل هذا الشوق من هوى نفسك ماذا أقدمت عليه مخالفة لهوى نفسك ماذا غيرت وعدلت وحسنت من أخلاطك ببركة هذا الشوق يا إخواني حديث الهجرة النبوية الذي نعتاد أن نتبارك بذكره على رأس السنة الهجرية وإن كانت الهجرة لم تحصل في رأس السنة الهجرة حصلت في شهر المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول على الصحيح ولكن يحتفل بالهجرة لبداية العام الذي هو العام الهجري ما نصيبك من هذه الهجرة حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم هاجر إلى الله تعرف معنى هاجر إلى الله هذا الباب مفتوح إلى الآن لتهاجر إلى الله لم يغلق هذا الباب هذا لا مفتوحا قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أنت إذا عشت في حياتك وأنت تجاهد نفسك بهمة المحبة والشوق على أن تهجر ما نهى الله عنه ما معنى تهجر يعني أنت كنت فيه أحيانا أو تدعى إليه أحيانا تهاجر منه إن كنت فيه مرتكبا له وتهاجر منه إن كان هناك ما يدعوك إليه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه كيف أقدر على هذا نفسي مستعصية نفسي متفرعن عليه أنا ضعيف أمام نفسي صحيح أمام الناس أستعرض بقوة وراجل جدا لكن عيال أمام أنفسنا كيف أتصرف نفسي هكذا مستأسدة عليك كيف تقهرها قصة هجرته في سيرته كلها حب والحب فيها كله خدمة والخدمة فيها كلها ارتقاء فوق مستوى النفوس اللهم احفظ مصر وأهلها وابسط فيها بسط الخير والنور والأمن والإيمان والهدى والبركة والخير والصلاح والاستقرار ورغد العيش وحسن الخلق وكمال إسعادات أهلها ظاهرا وضاطنا وادفع عنها أذى ذوي الأذى وقفهم بما شئتك ما شئت يا رب العالمين اللهم وإني أرفع إليك انكسار قلوب مكسورة في شامنا ويمننا وفي ليبيا وفي العراق وفي بورما في أفريقيا الوسط وإخوة لنا في ساحات المسجد الأقصى نرفع إليك شكايتهم نرفع إليك ما نالهم من شتات ومن أذى اللهم احقن الدماء ورد الهدي إلى القلوب التي زهبت واجمع القلوب على المحبة وانزع عنها البغضاء آمين آمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الموفقين المقبولين في العام الهجري الجديد وأعد هذه الأيام على أمتنا العربية والإسلامية والمصرية بكل خير وتوفيق يا رب العالمين عشنا أيها الإخوة المؤمنون في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة لفضيلة الداعية الإسلامي الجليل الحبيب علي القفري في ساحة السادة الأدارسة بمدينة ومحافظة أسوان حيث نقل لحضراتكم هذه الأمثية الدينية التي نختتمها بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ عبد الرحيم ديوي دار يا رب يا رب يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا مولاي لباني وقال أقبل وقال أقبل فإن العفو من شادي وقال أقبل وقال أقبل فإن العفو من شادي أعصاك تسرني أنساك تذكرني أعصاك أعصاك تسرني أنساك أعصاك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني يا رب يا رب يا رب أياما يا من كل ما نوذي أجابا ومن بجلاله ينشي السحابا وكلم في الدجا موسى بلطف الكلام ثم أندمه الخطاب ويامن رد يوسف بعد بعد يامن رد يوسف بعد بعد وكان أبوه وكان أبوه يمتحق التحاب ويامن يامن خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وتماه وقربه وتماه حبيبا وأعطاه في شفاعة ذي الرقاب صلوات الله وسلامه عليك أسيدي يا رسول الله يا ليلة يا ليلة يا ليلة أكرم ليلة وأعظم ليلة يا ليلة الهجرة الكبرى لقد هتفت لك الليالي لقد هتفت لك الليالي بتمكيد وعرفاني بالليل 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 سار نبي الله يقدمه صبح من النصر صبح من النصر عالي القدر والشال تودّ جنّة عدن تودّ جنّة عدن أن روضتها غار تودّ جنّة عدن 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 غار غار مني أنت والصديق ضعفاني دخلت ماه نزلت ماه دخلت ماه ورب العرش جاركما مغن هو الله مغن هو الله عن أهل وجيراني أمن تقوف أبي بك طم أنت قلب أبي بك أمن تقوف أبي بك وقلت له قولا يرتل في آيين وقرآن لا تحسن لا 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 فإن الله ذالكنا ونحن في حسن رب العزة صلاة وسلام عليك سيدي وحبيبي وأسوتي وقدوتي يا رسول الله يا خير خلق الله يا بن عبد الله بهذه الابتهالات الدينية للمبتال الشيخ عبد الرحيم دوي دار نصل الى ختام هذه الامسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من ساحة السادة الادارسة بمدينتي ومحافظة اسوان وحتى نلتقي مرة اخرى بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وامنه مع رقي واجمل امنياتي وتحياتي واخلص واصدق دعواتي ثابت نور الدين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته